مع بداية شهر محرم الحرام من كل عام، يباشر قسم حفظ النظام باستعداداته الأمنية الخاصة بزيارة العاشر، فيكثف جهوده بتوفير الأمن للزائرين وتنظيم آلية دخولهم بوساطة استراتيجية خاصة بهذه المناسبة، فضلاً عن تنظيم سيابية حركة الحشود والقيام بالتعفير والتعقيم في ظل الظرف الصحي الراهن. باشر قسم حفظ النظام بالاستعدادات الأمنية من واحد محرم ولغاية 13 محرم الحرام بتوفير كل وسائل الأمن والراحل الزائرين وتسهيل مرورهم ودخولهم ابتداء من أجهزة فحص الحقائب والطوق الأمني والأجهزة الآيدي في النقاط الوسطية وأبواب دخول وخروج الزائرين. والممرات التي استحدثت في الفترة الأخيرة في داخل الصحن الشريف. جهود كبيرة تبذلها ملاكات القسم بانتشارهم داخل الصحن الشريف، لتنظيم حركة سير المواكب والزائرين، فضلا عن وجودهم في مداخل العتبة المقدسة للقيام بقضايا التفتيش والمراقبة إلى جانب ما يوفره من أجهزة لفحص السيارات وأخرى لفحص الحقائب في النقاط الخارجية. نظام عملنا حالياً خصوص الدالة المرجعية في حصوص الأبواب للتفتيش، كذلك مادة التعقيم وتحفير وتجاه الزائرين وخدمة الزائرين وتجاه طريق الدخول والخروج. كذلك تأسيب مهمة الزائرين الكبار في السن. الشعب الكتفة للتجاهرات تقسم إلى وحدتين، وحدة فحص الحقائب، وهي الـ ID التي هي نقاطنا المذكورة لنقطة القربل تسمي 25 وال26 وال27 والعالقمي وال28 الحوراء. واجبنا في هذه المنطقة توفير الأمن والأمان لزوار الإمام الحسين عليه السلام وأخيه بالفضل العباس. كذلك وحدة الرابسكان هي فحص الحقائب والأمتعة، وكذلك النعش، وكذلك النكشف لتوفير الأمن والأمان لزوار إبا عبد الله الحسين. خطة خدمية أمنية تنفذها العتبة العباسية المقدسة لتقديمها للزائرين. في زيارة العاشر من محرم الحرام، وقسم حفظ النظام ركيزة أساسية لتنفيذ هذه الخطة، لكونه القسم الذي يختص بتوفير الأمن والحماية للوافدين لأداء الزيارة.